ما كانت لتحلم أن يصبح العراق مركز نفوذ لها ومنطلقاً لتحقيق مشروعها التوسعي لولا الغزو الأمريكي تلك إيران التي تضخم وجودها في بلد الرافدين حتى أصبحت تتحكم في أبسط يوميات المواطن واشنطن التي تروج نفسها كمخلص للعراقيين من النفوذ الإيراني تصرح أن ما يهمها حالياً هو تحجيم دور إيران في العراق جاء ذلك على لسان القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد جويهود أهو تغير في قواعد اللعبة أم أن مصالح المحتلين الحليفين وصلت إلى مرحلة التصادم فصارت واشنطن تبصر جرائم طهران وميليشياتها وتتحدث عنها بعد صمت طويل يؤكد هود أن طهران تغرق السوق العراقية ببضائعها وتجعل من الفلاحين العراقيين لا يعملون وتصدر للعراق مواد بـ 20 مليار دولار وميليشيات الحجد تبتز المواطنين وتفرض عليهم الأتوات وتمنع النازحين من العودة إلى ديارهم ويضرب مثالاً على ذلك ميليشيا حزب الله التي منعت نازحين ناحية جرف الصخر شمالي بابل من العودة إلى أراضيهم أمام هذا التسلط الميليشياوي يتساءل هود عن دور الحكومة ولما لا تستطيع الوقوف بوجه انتهاكات الميليشيات ويجد الجواب في حقيقة أقر بها وهي أن إيران تقوم بكل الأنشطة في العراق دون أن تستشير الحكومة أو تنتظر موافقتها إجراءات عقابية ستتخذها واشنطن ضد حكومة بغداد في حال لم تغير من سياستها الحالية خاصة بعد أن جعلت من العراق منفذاً اقتصادياً لإيران فترة الاستثناءات للتعاون الاقتصادي بين بغداد وطهران لن تكون طويلة الأمد وبعدها على الحكومة أن تختار إما إيران أو أمريكا الحكومة التي وصفها هود بمسلوبة الإرادة أمام إيران يؤكد أنها دون إرادة أمام واشنطن فالرئاسات الثلاث عبد المهدي وبرهم والحلبوسي برأي هود يرحبون ببقاء القوات الأمريكية في العراق ويعدونها من أهم خطوات حفظ الاستقرار في البلاد جلدان لضحية واحدة إن أزاح أحدهما الآخر فهو ليس لإراحة الضحية بل كي ينفرد بتعذيبها